بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلاب الصف الخامس أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثالث من درس من علامات حسن إسلام المر تعالوا بنا لنتعرف على أهداف درسنا اليوم أولا أن يوضح الضابط الصحيح في ترك ما لا يعني المسلم ثانيا أن يستنتج الدروس المستفادة من الحديث الشريف في الأجزاء الماضية من درسنا استمعنا لنص الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه ثم تعرفنا على أراوي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وقلنا أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه من قبيلة دوس باليمن أسلم في اليمن وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة وكان أكثر الصحابة حفظا للحديث الشريف بسبب ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وقلنا أنه توفي في المدينة في عام تسع وخمسين من الهجرة ودفنا في مقابر البقيع رضي الله عنه ورحمه ثم بينا معاني مفردات الحديث الشريف وقلنا أن معنى من حسن أي من كمال ومعنى تركه أي تجنبه ومعنى ما لا يعنيه أي ما لا يخصه من الأمور ثم شرحنا المعنى العام للحديث الشريف وقلنا أن هذا الحديث الشريف من أصول الإسلام وأنه يجب على المرء أن ينشغل بما ينفعه وأن لا يضيع وقته فيما لا يفيد وأن لا يتدخل في خصوصيات الآخرين وأخيرا عددنا أضرار تدخل الإنسان فيما لا يعنيه وقلنا أن من هذه الأضرار إثارة المشاكل وانتشار الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع وكذلك إضاعة الوقت فيما لا يفيد لكن يا ترى هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد تدخلا فيما لا يعنينا؟ وما هي أهم الدروس المستفادة من هذا الحديث الشريف؟ هذا وأكثر ما سنتعرف اليوم عليه من خلال أهداف الدرس أولا أن يوضح الضابط الصحيح في ترك ما لا يعني المسلم الشرع الحنيف هو الذي يحدد ما ينبغي للمسلم تركه وما ينبغي له القيام به وليس هوى النفس ورغباتها لذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة على حسن إسلام المرء إذن الضابط الذي يحدد ما يعني المسلم وما لا يعنيه هو الشرع الحنيف هو الذي يحدد ما يعنيك وما لا يعنيك ما يعنيك فتتدخل فيه وما لا يعنيك فتبتعد عنه وتتركه وتتجنبه وينبغي التنبيه هنا على أمر هام جدا وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعد تدخلا للإنسان فيما لا يعنيه وكذلك السؤال عن أمر من أمور الدين لا يعد تدخلا فيما لا يعنيه والنصيحة للمسلمين أيضا لا تعد تدخلا فيما لا يعنيه وتحذير الناس من خطر قد يلحق بهم لا يعد تدخلا فيما لا يعنيه بل الله عز وجل أمر بذلك قال جل وعلا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت له يا أخي هذا منكر لا يجوز فليس له الحق أن يقول لك هذا لا يعنيك أو أنا حر ولا تتدخل في خصوصياتي لا بل هذا الأمر يعنيني وسأسأل عنه يوم القيامة فيجب أن أنصحك وأن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها ولا يخص أحدا بعينه تعالوا بنا لنجيب على بعض الأسئلة هذا النشاط في الكتاب مناسب جدا لما ذكرناه سنميز الآن بين الأمور التي تعنيني والتي لا تعنيني من خلال وضع علامة أمام الموقف الذي سنذكره الآن أولا أسأل صديقي عن مصروفه اليومي هذا يعنيني أم لا يعنيني أحسنتم هذا لا يعنيني وهذا تدخل في ما لا يعنيني أسأل معلمي عن أحكام الصلاة ممتاز يعنيني لأن السؤال عن أحكام الدين لا يعد تدخلا في ما لا يعنيني كما ذكرنا ثالثا أقرأ الرسائل في جوال صديقي بالطبع هذا لا يعنيني رابعا أحذر إنسانا من خطر قد يصيبه ممتاز هذا يعنيني لأن التحذير يعتبر من النصيحة وهذه واجبة على المسلم أقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا هذا يعنيني لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها في تدريبات الكتاب أجب عن السؤال الآتي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة أولا العادات والتقاليد هي المصدر الوحيد لتحديد ما يعني وما لا يعني هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ رائع هذا كلام خاطئ وليست العادات والتقاليد بل الشرع الحنيف هو الذي يحدد ما يعنيني وما لا يعنيني ثانيا لا يجوز أن تقدم النصيحة لأحد لأن ذلك مما لا يعنيك ممتاز هذا أيضا خطأ بل يجب عليك أن تقدم النصيحة للناس لأن تقديم النصيحة واجب على كل مسلم اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية الضابط الصحيح لترك الإنسان ما لا يفيده هو الشرع أم المال أم السن أم آراء الأصدقاء أحسنتم الضابط الصحيح هو الشرع الحنيف ثانيا الدروس المستفادة من الحديث الشريف هناك دروس وعبر كثيرة نستفيدها من هذا الحديث الشريف نذكر منها أولا المسلم يحرص على التأدب بآداب الإسلام فالمسلم الذي يتأدب بآداب الإسلام يكون محبوبا في مجتمعه نافعا لمجتمعه ولأمته فيجب على المسلم أن يحرص على التأدب بآداب الإسلام ومن أهم هذه الآداب هو أن لا يتدخل في ما لا يعنيه ولا يقحم نفسه في خصوصيات الآخرين ثانيا المسلم الحق يترك ما لا يخصه حفاظا على دينه ووقته فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول من حسن إسلام المرء أي أن المسلم الحق المكتمل الإيمان والإسلام يجب عليه أن يترك ما لا يخصه وذلك لأنه يحافظ على دينه ولأنه يحافظ على وقته هذا المسلم المكتمل الإيمان يجب عليه أن يحافظ على دينه ووقته وأكثر شيء يضيع الوقت والدين هو التدخل في خصوصيات الآخرين ثالثا الحث على استثمار الوقت فيما ينفع وفيما يفيد وهذا ما يجب أن يكون عليه كل مسلم أن يستثمر وقته فيما يفيد سواء كان هذا الأمر سيفيده هو في نفسه أو يفيد مجتمعه من عبادة أو دراسة أو طلب علم أو غيرها رابعا وأخيرا تدخل الإنسان فيما لا يهمه من الأمور يؤدي للخلاف والكراهية والبغضاء وكما ذكرنا فإن الإنسان حين يتدخل في خصوصيات الآخرين يكرهه الناس ويبغضونه ويتجنبونه في كل أمور حياتهم إذن هذه الأمور نستفيدها من هذا الحديث الشريف أولا أن المسلم يحرص على التأدب بآداب الإسلام ثانيا أن المسلم الحق يترك ما لا يخصه حفاظا على دينه ووقته وثالثا الحث على استثمار الوقت فيما ينفع ورابعا تدخل الإنسان فيما لا يهمه من الأمور يؤدي للخلاف والكراهية تعالوا بنا لنجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الهدف في تدريبات الكتاب أكتب أمرين من الأمور المستفادة من الحديث الشريف أولا المسلم الحق يترك ما لا يخصه حفاظا على دينه ووقته وثانيا تدخل الإنسان فيما لا يهمه من الأمور يؤدي للخلاف والكراهية والبغضاء بين الناس أخيرا تعالوا بنا أعزاء الطلاب لنلخص درسنا كله من خلال نشاط أنظم تعلمي في الكتاب صفحة أربعين أولا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف إلى ترك ما لا ينفعنا والحرص على ما فيه فائدتنا من فوائل تطبيق الحديث الشريف كمال الإسلام والحفاظ على الوقت لو تركنا ما لا يعنينا يكتمل إيماننا ونحافظ على وقتنا أضرار تدخل الإنسان فيما لا يعنيه إثارة المشاكل ونشر البغضاء والكراهية وإضاعة الوقت دون فائد وأخيرا الضابط الصحيح لترك ما لا يفيد هو الشرع الحنيف هو الضابط في معرفة ما يعنينا وما لا يعنينا أعزاء الطلاب انتهى الجزء الثالث من درسنا نتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر